مساء الخير اليوم غادي نقشو احد الموضوع مهم جدا في النقاش العمومي ولي كيتعلق بوحل الموضوع اللي كيرجع دائما في الهضراء واللي تنتو ما سمعتولو وسمعتولو وسمعتولو يمكن غادي يزيدون السمعولو ألا وهو السؤال اللي كيتطرحوا الجميع علاش الناس ما بقتش مسوقة للسياسة علاش كين عزوف سياسي تما قادت سمعوا دائما في الانتخابات لا عزوف الشباب عن السياسة الناس ما بقتش مشي تصوت الناس ما بقتش مسوقة للأحزاب السياسية الناس فقدت اتقاف المؤسسات إلى آخر وكيقول لك هاد فقدان اتقاف هاد عدم الاعتمام بالشأن العام واللي كيوصل الاحتقان الاجتماعي وإلى حويش لا تحمدوا عقبها فأنا اليوم بغيت نطرح معكم هات السؤال علاش الناس ما مسوقش للسياسة علاش الناس ما بقاش دائرة اتقاف المؤسسات السياسية ديال البلاد واشهد الشي يعني الناس فاقوا في الصبح يعني كانوا ناسين وفاقوا قالوا صافي دبا ما نديرو اتقاف المؤسسات ديال البلادنا في الحكومة في البرنامان إلى آخر أو لكن شي حويش خرين أنا نظن كان شي حويش خرين وغادي اليوم نعطيكم جوج ديال الامتلة حية لغيت بيلكم بأنه يمكن المشكل ماشي في الناس يمكن المشكل ماشي في الشباب لأنه أنا ما نظنش يعني الشباب ولا الناس بصفة عامة بانتلو ما يتقش في المؤسسات بانتلو ما يتقش في الحكومة يمكنلي إنه حتى المؤسسات السياسية حتى يما تيقش ولا مبقاش مسوقه للنس هل هذا الشي اللي خلال الناس ممسوقش للمؤسسات ديالنا كن الحكومة ممبقاش مسوقه للشاب ممبقاش مسوقه للشباب هد الشي حلش خلال الشباب تو والناس بصفة عامة والشابة ما مميتيقش وما مسوقش للحكومة أنا نظن كان هناك شي الشعب يكون فيك من طرف المؤسسات والحكومة مهلية فيه وما نعرف هكا في المغنات يقولك صافيا أنا ما أنا ما بقيش مسوق الحكومة أنا ما بقيش مسوق السياسة ما عنديش تقا في المؤسسات هكا أعجبني الحال واخرهما كي يطلعوا فيها أنا ما بقيش نتقا فيهم أنا لا أظن هاتشي اليوم غادي نبيل لكم بأنه حيث المؤسسات ما مسوقاش العباد الله فاخلت عباد الله ما مسوقاش وما تيقاش في هذه المؤسسات نعطيكم كما قلت لكم جوج دي الامتلا حية عجيبة وغريبة جدا كنعيشوا في هذه البلاد السعيدة إذا أسمى أخلاله عن حزب التجمع الوطني للأحرى في واحد اللقاء تلفزيوني حواري غادي تعلن أمام يعني الشاب المغربي وكانت يعني يالي الصدمة غايتعلن مباشرة بأنه هي عندها مشكل في البلدية ديالها حيث قلت لهم كين شي حاجة اللي كتسمى الموظفي الأشباح قلت أنا جيت تلاقيت تقريبا 2400 موظف شبح ماذا يعني موظف شبح يعني موظف محسوب في اليروجيسر بينما خدم ولكن في الواقع ما كيجيش يخدم محسوب في الكنانيش إنه كين كيتخلص في الشهر ولكن في الواقع ما كيجيش يخدم ما معروفش ما شافوش الناس ما كيجيش 2400 موظف شبح خليكم تصوروا هاد 2400 ضربوها في 2400 صالير كل واحد والصالير دياله كان كل واحد واليشيل دياله وغالبا كيكونوا هاد الناس اللي عندهم هاد القوة وهاد القدرة أنه يفرض رأسه كموظف شبح عنده الدخلات يعني دايما كيدخل بواحد اليشيل محترمة جدا إشيل ديس إلى أخيره فكيكون الصالير دياله متوفق فأولا أنا بغي نشكر هاد السيدة هاد اسمه أغلالو أنه كان عنده الشجاعة والجرأة أنها تعلن أمام الملأ بأنه كان مشكل كبير عندها في الجماعة وهاد المشكل يعني ما كانش غير في الرباط احنا دايما كنستمعولي شي حاجة سميثال موظفون الأشباح ناس قيدين ضبروا على رسهم كذا روم ما نعرفت وكيخدم مهم كي مسجلين انهم كيخدموا كيتخلصوا ما كيجيوش الخدمة نهائين والشي كان في الجامعات المهلية كان في الوزارات كان في مؤسسات عمومية هادا نقاش يعني كبير معروف دايما كنستمعولو ولكن الاهمية ديال التصريح ديال السيدة هغلالو أنه وجاف هاد الحكومة الجديدة حكومة الإصلاح حكومة التغيير كما كيقولوا وقالتها أمام الملأ وبوحد الجرأة بوحد الشجاعة تميل جدا الفين وربعمائة الموظف شبح وشنو كتسنا يعني الإنسان العادي مواطن اللي كيتفرش في التلفزيون اللي باكي عندو اتقاف هاد المؤسسات باكي عندو اتقاف الشعارات السياسية وشنو كي ينتظر من بعد هاد تصريح الخطير جدا أنه يعني في أبسط الأشياء تنود الحكومة لغدا تدير مثلا تصريح قوي تقول هاد الشي رسمعنا بأنه كان الفين وربعمائة موطف شعارة غيف الرباط غيف الجماعة ديال الرباط فهاد الشي غدين وقفوا غدين ديروا شي حاجة ولا شي بحث ولا غدين وقفوا هاد الأمور هاد الشي مقصوش بقوا غدين فتحوا بحث السعيد الوطني بشوفوا في الجماعات الأخرى يعني خصة تنود البالبالة خصة تنود قرقالة خصة تنود يعني روينة لأنها هاد الشي غير مقبول في الأنظمة الديمقراطية ولا في الأنظمة اللي شوي كتحتار من نفسها مباشرة من بعد هاد تصريح كتنود أيضا نقاشات مستفيدة في البرلمان نواب الأمة كيقولوا سمعناها تصريح ديروح للمسؤولة قالت كذا وكذا فهاد الشي غير مقبول إذا نقصنا في أبسط الأشياء نديروا واحد لجنة تقصي الحقائق وما شي غيف الجماعة ديال الرباط تهم جميع الجماعات ونشوفوا تهم عود وزارة داخلية إنه وزارة داخلية هي اللي عندها السلطات الوصية لجماعات المحلية فنشوفوا هاد وزارة داخلية مثلا واش دارت خدمتها في المراقبة إلى أخيري كيفاش يعقل إنه 2400 مبضف شباح والتواحد ما عنده الإخبار للباشاء للعامل للأخور التواحد يعني أمور غادية وكأنه شي علمي أكبر واش هاد الشي عادي ينوت صريح ديال رئيس الحكومة يقولك هاد الشي غير عادي يعني في الأنظمة الديمقراطية في المؤسسات اللي كاد احترم نفسها يكون واحد النقاش عمومي يعني اللي غادي خلق قطيعة مع هاد الممارسات الريعية ناس هاد بكري وما كيستفدوا أبن عن جد يعني بهاد الامتيازات احنا في المغرب للأسف مباشرة من بعد هات تصريح ديال السيدة أغلالو واش نوقع ولا شي وكأنها يعني كنت كتكب بالمفرم له يعني أحد يعني تصوره معايا العاصمة ديال البلاد اللي كنقدموها كمدينة الأنوار كيتسير رئيسك تقول كديرا مدينة الأشباح قادش مدينة الأنوار احنا الفين واربعمائة مدطف شباح وحنا عدنا الشباح مسكين كي يظل يغوط في السنقاء بغي يخدم بغي يجي واخي يقولك ما كانش الكورسي نجيب الكورسي معي أنا بتضرب واش نبشي نخدم ما مخدمينيش سنورمان ما غادش نخدموك لانا عدنا الفين واربعمائة معمرين الادارات واخي غير في الكنانيش كيتخلصوه يعني ما عدنا كين نديرو لك ف ولا تصريح ولا رد فعل لا منطرف الحكومة ولا منطرف الوزارة المعنية ولا منطرف البرلمان ولا لجنة التحقيق حتى حاجة سكات كيفاش مثلا هوا نبديو هاد المثال الأول وكان المثال الثاني كيفاش يعني من بعد هاد الشي غادي الناس تقف المؤسسات كيفاش من بعد هاد تصريح الخطير دي السيدة أغلى له وما غادش يكون رد فعل وما تكون تاشي حاشا ونقول هاللي كيقولك ضرب راسك مع الحيث ما كاين والو سير سير كولياغ ينبوه كيفاش بغيت الشباب ما يكونش عنده عزوف عن السياسة كيفاش بغيت هاد الناس يتقف هاد الحكومة ولا شي طيب الغريف الأمر أنه احتامن يكون واحدة رد الفعل فكي تكون كي يكون هاد الشي يعني أكفس كون غير خو ساكتين حسن ناطق الرسمي باسم الحكومة اسم مصطفى بيتاس كي يدير هاد الاندواء الصحفية دي للأسبوعية المهم اللي حدو قدو على حدها وعلى قدها شي صحفي ترحلوا بالمناسبة السؤالة الموظف الأشباح فالجواب دياله كان يعني تensions لا من ناحية الشكل ولا من ناحية المضمون من ناحية المضمون غادي نخليكم تشوفوها لكن غاية صبر قبل ما ندوزو من ناحية المضمون يعني مش غير لغة الخشب لغة الحديد والصلب ومن ناحية الشكل غادي تشوفوه يعني كيفاش كي يهضر حد الراسو ويشوفو الأرض يعني بحال هادك شي شفار يعني ولا شي كداب ولا شي يعني يحشم حتى يشوف فينا كيحسم يشوف فينا فكيهضروا يتلعتم ويشوف غير التحت لأنه سنورمان ما عندوش الوجه يواجهنا بهذا الجواب فيما يتعلق وهذا الموضوع خطير جدا ديال هاد الموضف الأشباح دغياء غادي نستمع لون واللي معكم موضف الأشباح الحكومة عندها نية لمواجهة هذا الموضوع ومن يعني التعهدات ديالها هو إصلاح الإدارة الاعتبار أن الإدارة آلية من آليات تنفيذ البرنامج الحكومي وآلية من آليات محاربة الغش والفساد لغير ذلك فهذا محوار اللي كتعطيها الحكومة الأهمية دياله وسوف يتم إقرار مجموعة من الإجراءات دي مواجهة هذه الظاهرة طبعا خاصة أن اليوم نمتلك فضاء مشتركا مع النقابة اللي هو الفضاء ديال الحوار الاجتماعي واللي بلا شك يعني حتشي واحد ما كيعجبوش مثل هذه الظاهر انتا وحد ما كيعزوش مثل هالضاوه وش رحنا في القهوة والشاوط والله إلا كايزيني الضحك بالله عندنا نية نانان شاء الله وش هالأعماله بالنيات ولي كل مرء المناوه وش رحنا هذي حكومة ولا رحنا مع الفقهة في الجامعة يعني يعجزوا اللسان عن الكلام سيدة مسؤولة كنت تقولك أنا عندي 2400 مضاف ما كاينينش كنخلصهم ما كنشوفهمش يعني هادا رح ماشي كينت زوير وكين بزاف ديال الخروقات القانونية وش كونوضف هاد الناس وفي اي ضور اخس كون لجنة بحث وتقصي على الاقل لجنة برلمانية وقضاء يدخل الخط ووزارة الداخلية تنزل والحكومة الاخر رح ماشي للاب هادا شك ايه وشوف حضر راسو كيهدر وعدنا نيانا نغيرو هاد الشيء وان شاء الله ومع النقابة كيش ماعلقة مع النقابات ما فهمش ما علقة مع النقابات ششنوب نبغي تقول نزع نقابات ما ليخدموا هاد الناس ما فهمتش يعني وش يعني في نظركم الانسان العادي من يسمع جواب ديال ناطق الرسمي باسم الحكومة اسم مصطفى بيتس بنقوصين يعني حتى هاد المنصيب ديال ناطق رسمي يعني كبير عليه كبير عليه وراك نشوفه حتى الجواب يعني ماشي لغة الخشب لغة الحديد والصلب يعني الإنسان اللي عادي من يسمح هذا الجواب واش بغي تعادي يزيد يتيق في هذا الحكومة أو اللي يتيق في المؤسسات دينا كان يقال الأساتذة الذين فرض عليهم التعقود وكان احتى المعلمين الذين فرض عليهم المنصب الوزاري حسي بيتس يعني بعدها غي سكت غي سكت غي ما تزيدش فيها خلي الأمور تدوس كم حاجة قضيناها بتركيها ده بتنبين تهضب ده بارك قد تعصبناك كتر ما كد تشفي غليلينها فإذن هذا مثال أول أنه للأسف كينشي حويش كي يوقعوا الحكومة السلطات لا تتفاعل تعطي الانطباع بأنها لا تهتموا بقضايا القضايا المهمة دي البلاد فكتخليه بطبيعة الحال الناس ما كتهتمش بالمؤسسات وما كتتقش في المؤسسات وتبعد على هذه المؤسسات هذا كان مثال والامتلة كثيرة أنا جبت لكم غير الامتلة ديال دابة ديال هاد الوقيت ديال هاد الشهر يعني عاد في الميكا ديالها المثال الثاني وهو أيضا كنسمعه اليوم ولكن بدين نسمعه هاده مدة كيتعلق مثلا بمصفات لسامير وعلاقتها بسعز أخنوش رئيس حكومة فهاده مدة بلي سيد رئيس أخنوش رئيس حكومة دايما هاده الهضرة ديال تضارب المصالح كيقول ليك سعز أخنوش هو رئيس شركة ديال كبريات شركة ديال المحروقات في البلاد والمهم هو سبب من بين الأسباب اللي خلت كل الغلاء ديال أتمينت المحروقات خاصة أن الحكومة ما داير توالو باش تسترجع من صفات لسامير أو اللي تأممها باش لعلا وعاست تهبط في التامان ديال المحروقات وجات مع هاد الحرب ديال أوكرانيا إلى هكثير فهذا النقاش رجع كلنا سمعنا في اللون من ولا رئيس الحكومة دبا عود مع أوكرانيا مع الغلاء ديال الأتمان فدائما الهضرة وهذا الهضرة مش للناس القاوي يعني متخصصين برلمانيين سياسيين أحزاب كلها كتتهم رئيس الحكومة كتقول له كين تضارب المصالح انت عندك الربح انه من صفات لسامير تقام غلوق أنا ما كنقولش عندهم الحق ما كنقولش عندهم الحق كنقول هذا السؤال ديالهم ناس مسؤولين أنا للأسف أعاتب على رئيس الحكومة انه لا يجيد من سعز أخ النوش ما كيتكلمش في هذا الموضوع وما كيجاوبش على هالتساؤلات فكتخليها هادية وليبها على الكرة التلج كتبديه في الأول من واحد السيد كتنتقل واحد خابير اقتصادي من بعد خابير سياسي من بعد برلماني من بعد حزاب ولو انها في المعارضة فمن كتنتشر وفي غياب الرد والجواب ديال سعز أخ النوش فالناس يقولوا إذن موضوع فيه إنه إذن فعلا كان استغلال مسعز أخ النوش إنه كان رئيس ديال أكبر شركات المحروقات فعنده الربح إنه يستغل منصب دياله كرئيس حكومة ويخلي هذي كلها سامير كما هي ما يأممهاش وما يدخلهاش للدولة ويخلي الأتمينة تغلاء هو الشركة دياله فالهدراكات تكتر فالناس تزيد ما تيقش في السياسيين قد تقول لك السياسيين كاملين كيستغلوا المناصب دياله باش يقضلوا الحوائج ديالهم علاش لإنها بكل بساطة لمعنى رئيس الحكومة ولو إنه في بداية رئيس الحكومة قال لك أنا استغلت من جميع المناصب ولكن هذا لا يكفي سيد رئيس الحكومة سياسي أخ نوش مطالب أنه يكون عنده ورد فعل أمام هاد التساؤلات التساؤلات ديالناس تقدر تكون مشروعا يقدر يكونوا شي ناس كيستغلوا هالسياسيين جمان فو في الفضاء السياسي في الفضاء العام في وسائل التواصل الاجتماعي في الجرائد في المقالات فهموا المفروض إنه يجاوب لفت إنه السيد رئيس الحكومة ما كي يجاوبش واو بغينا أقول لك هنا عنده ارتباط بالشركة ديالو ديال المحروقات بغينا أقول لك هنا رئيس الحكومة عنده الهضراء عنده الكلمة عنده رأي فيما يخص قضية لسامير فخصه يجاوب مرة أخرى الناس كاملين كي يتهموا الحكومة وعلى رأس عز أخنوش أنه يستغل المنصب ديالو باش هذي كلاسامير تبقى مغلوقة وباش الأتمينة تبقى مرتفعة ولا مجيب ولا رد فعل فالناس كتقول لك إذن كينشي حاجة كينيبا نغمان كين وتعطي الإنطباء أنه هذي الحكومة وليسي أخنوش أنه يحتقر المواطنين يحتقر الناس أنا أتفاهم مكني سي أخنوش إنه بوجهة نظره كي يقول لك هذي الهضراء الخاوية وأنا ما نجاوبش على الهضراء الخاوية ومغلش ناتهم الفرصة باش يجدوا إجوا النقاش يقولوا اللي يبغوا لأن أنا مقتنع كرئيس حكومة ما عندي حتى علاقة في إغلاق لسامير ممكن ولكن أنا كنتم تشبت بالرأي ديالي بأنه يمكن ولو أنه عز أخنوش كيعتبر أنه على حق وعلى صواب الديمقراطية دولة لمؤسسات تقتضي أنه في كل مرة يكون تساؤل ولو عنده نسبة معينة من المشروعية تقتضي واحدة رد فعل واحدة تفاعل من طرف المسؤولين ديالنا ولو أنهم هذي الناس كي يضرق سياسيين ولو أن هذي الناس عنده منية مبيتة ماشي شغلي هذي هي السياسة قبلت تكون في الحكومة فكي تقبل تفاعل في كل علاقة عندها ارتباط بهذا الحكومة فمرة أخرى كيما غلالوا كيما هذي الناس ما كيجاوبوش ما كيعلقوش فكيما قلتكم كيعطوا الانتباع بينما هذي ولا ما مسوقش فكتجيب هذي المرات كصحفي ولا كإعلامي كتقول لهم المؤسسات والمسؤولين ديالنا كتقولوا من الله يخليكم وخصكم تفاعلوا معنا كيقول لك أنا ما ما نتفاعلش مع أي حاجة تقولوا ياهو لكن رأى الدستور يعني نصلا لأننا لدينا حق في المعلومة وكيقول ومشين الدستور أنا ما نهضرش أنا ما نجاوبش موت تقولوا ولكن رأى هذه الديمقراطية التشاركة لا أنا أنا ما نجاوبكش وما غادش يكون عندي أرد فعل وأنا هذي هي الطريقة ديالي في العمل طيب أنا كنحطار من الطريقة ديالكم في العمل ولكن من بعد ما تسألوش علش الناس ما قشتطق فيكم ما تسألوش علش الناس بقاش تسوط. ما تسألوش على الناس بقاش تدير ثقاه في المؤسسات. ما تسألوش عش كدخل الناس كن احتقان اجتماعي. عش الناس كدخلاش تغوط. بسه نغمال ما الناس كدتتعمل معك جيتتفعل معك جيتت قصده كنت ما مسوق لهاش في فين بغيت يتمشي. يعني هاد الناس بتضرب رسا مع الحيط. هاد الناس بغيت تمشي تنتحر. هاد الناس كفاعل. ككائن إنساني باشير قسة تعبر. فالمرجو من المسؤولين سيساء انهم يتفاعلوا ويتحملوا المسؤولية ديالهم وياخدوا يعني المسائل يعني بجدية وبعلي اعتبار. احنا ما زينا ننتظروا هاد ال 2400 موظف شبه. يعني هاد الوقت اللي كان نتكلم لكم فيها را ما زال يتخلصوا. وما زال غاد يزيدوا يتخلصوا وكأنها شيء لم يقع. ويمكن انت هادك اغلالهم سكينة اندمت. راهم يكونوا يكونوا جبدوا لها الودنين. وبهذه المناسبة كان نحييها على الجرأة ديالها. ولو انها مسكينة يعني انا شو سير من هادرة ما كانش عارفة تداعيات ديال هذه الخرجة ديالها. وهذه الشيارة اني خايف يخلي الناس اخرين. لي عندهم مشاكين ما بقوش يهدروا. لي عنده لي مسؤول عنده شيء مشاكين في المؤسسة دياله ولا في الجامعة دياله. غادي يقول لي شد فمو يبقو كان خاطيني. هاد السيدة مشت للتليفزيون وقال له ما انا عندي الفين وبرعمائة منظف شباح. والتا واحد ما سوق لها ويمكن ضاروا فيها وقال له واش داكي تهدرها. قادرنا مشي نهدرانا يا واش تاني يا اخوي يعني امور كم حاجة قضيناها بتركيها. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام.